تلفزيون البحرين ويجب أن دولة قطر توقع على كلام جميل والتزامات مهمة ولكنها لا تلتزم بها تضرب بها عرض الحائط كما حدث في مرات ومرات ومرات سابقة والتجارب علمتنا بأن نكون حذرين من الاندفاء نحو تصديق ما يقال علنا لأن ما يجري في الخفاء ثم يتضح نكتشف من خلاله الطامة الكبرى تدخل قطر أذكركم فقط تدخل حكومة قطر في المسألة البحرينية في 2011 أو الأزمة كما يسميها البعض والله الحمد تجاوزناها بفضل قيادتنا وبفضل هذا الشعب وتلاحمه نعود لماذا تدخلت في المسألة البحرينية ولماذا اتصلت بأصحاب الشقاق الخارجين على الدستور ودولة القانون والمؤسسات الفوضويين لماذا تساعدت معهم وأجرت قنوات اتصال ولربما استضافت منهم أناسا في الخفاء لماذا إذن نحن نريد نوايا طيبة ومن يريد أن يتجاوز الماضي ننتظر منه خطوة عملية حقيقية في تجاوز الماضي وليست كلاما على ورق أو كلاما يقال في خطب اجتماعات أو للاستهلاك الإعلامي